غير قولوا ليش من مدينة انتوما وشحت انتوما كتعانيو من ارتفاع دل درجة الحرارة دل هاد الايام اليوم ما قديت ندير لا اتاي ولا قهوال قوتي فادرت هاد الاقتراح هادا كي يجي بارد وغزال بزاف ما تنسوني شو ما لايكاتكم واتشجاعتكم وما تنسوش تنضموا الحساب الاحتياطي عنوال حدقاجوش غدي نطاقه لكم اسفل الفيديو او لا تقدروا تدخلوا غير لهاد الحساب هادا غدي تلقاو الرابط ديالو في البايو ونبدأو على بركاته الله غدي نحتاجوش حبات ديال البيض كاس مع عمرش ديال السكر كيس ديال السكر بالنكها ديال الفاني وحضر شيشا صغيرة ديال الملحة لتحسين الضوغ كنخلط كل شي غير بالخلاط الياداوي ومن بعد كنضيف كأس غير مملوء فيه مزيج ما بين الزبدة مدابا والزيت يعني نص نص وكنضيف ايضا كأس غير مملوء ديال الحليب سوف يوك نخلط مزيان وغدي نبدأ كنضيف الدقيق حتى جيت في المجموع جوج كؤوس ديال الدقيق لي كيكون ضروري مغربل والدقيق من الاحسن يكون نوعية جيدة بش حصلوه لوحد الكيك لي كتكون مفشفشة وناجحة ضفت ايضا خمارة ديال الحلوة من فئة ثمانية غرام هنا يدرت يعني الكأس الاول وهذا هو الكأس الثاني ديال الدقيق كنضيفه غير شوية بشوية على حسب القوام اللي كيختلف على حساب الحجم ديال البيض وايضا النوعية ديال يعني الدقيق بش كتشرب او للا القوام خصوه يكون يعني عادي بحشكل ديال الكيك العادي سوف هنا كنقص واحد الكيميا قليلة ديال الخاليط وكنضيف لها واحد المعلقة صغيرة مملوقة جيدا ديال كاكاو وكنخلط مزيان ومن بعد يعني كنضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الخل بش جينا الكيك ديال نمفشفشة ووزبينا وحتى الخاليط اللي خليتوا غير بالمضاق ديال الفاني حتى وكنضيف لها معلقة كبيرة ديال الخل اما كديرو الخل او لا كديرو عصارد الحامض قواليب الورا قيامة كنحتاج لن دهنهم لبزيت لبتاشي حاجة مباشرة كنفرغ فيهم الخاليط ديال الكيك كنفرغ الخاليط ديال كيك البيضة هي اللولا ومن بعد كنضيف الخاليط الاسود كيف تنقولو او ديال الشوكولاتة ومن بعد كنخلط بها تشكل هذا بالنسبة لهاد القواليب فاخديتهم بجوج دراهم لكل واحد متوفرين عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات سفي كندخل الكيك ديال الفران على 180 درجة النار فقط من الاسفل حتى كيطيبو كندوز كناخد نصف كاس ديال السكر نصف كاس ديال الحليب ونصف كاس ديال الزيت ومعلقة كبيرة ديال كاكاو المري سوف يكون نوعية جيدة باش اعطنا المضاق بنين كنتحن هاد المكونات وكيبدالي السوس شوكولات ديال كيختار غير شوية بشوية هناليبنات كتضيف الزيت على حسب القوام اللي بغيتو في السوس شوكولات فانا درت في الاول نصف كاس ديال الزيت ومن بعد ضفت اربع كاس اخر باش اعقد لي السوس ديالي كيولي على هات الشكل شوفوا معي القوام الحريري ديالو كيجي يغزار والديد بالزاف بالنسبة للكاكاو دروري يكون نوعية جيدة باش يجيكم في المضاق بنين الكاك ديالي خرج شو من الفران بعدما كياخد خمسة وعشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة ديال الطياب كنكون مشعل عليه غير من الاسفل حتى كيطيب بعد كنشعل عليه من الاعلى بالنسبة للفرن غازي فبنفس الطريقة غير من الاسفل نار تكون مهلا حتى كيطيبو كاته بطوم باش كيتحمره وهنا غدا ندوز نحضر مشروب القهوة الباردة اللي كيجي جي رائع والديد بزاف حتى جيج معلقة كبيرة ديال القهوة سريع الدوبان معلقة كبيرة ديال السكر السكر كيبقى على الحاسب الضوق تديرو حتى ثلاثة المعلقة كبار ديال السكر انا ما كان بغيش سكر بزاف بحال هذه المشروبات وضفت ايضا قياس واحد جوج ثلاثة ديال معلقة كبار ديال الماء درتهم في واحد القنينة وكان حركهم مزيان 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 حتى يعني كان حصل على واحد لاموس ديال القهوة خديت الكؤوس ديالي كان دير فيهم شوكولاتة خاصة بالدهن او اي نوعية بغيتوا ديال الشوكولاتة درتها كخطوط بطريقة عشوائية ضفت المتلجات وضفت الحليب اللي كيكون بارد وكان ضيف هدك لاموس ديال القهوة من الفوق سوف نحصل على المشروب ديال القهوة الباردة بهات الشكل هادا مع ديك الكاك كي يجي واحد لقودة اللي بارد ومون عشو والديد بالساف ديال هاد الصيف هادا كي يجي غزال وبنين كنتمنى فعلا انكم تجربوا شوفوا معي ما شاء الله الكاك كيفاش كتجي غزالة وديك السوس والشوكولاتة كتجي بنينة بالساف والطريقة ربسيطة جدا كنتمنى انكم تجربوا بصحة والراحة ونتلقوا في فيديو قادم ان شاء الله